سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب من شاء الله طيبين معك نينجا فورس مع هذا الانبوكسنج والاستعراض والتجربة في نفس الوقت المميزة بإذن الله زي ما عودكم نينجا فورس دائما يقدم لكم الأشياء ذات الجودة العالية بسعر رخيص أو بسعر معقول في متناول الجميع زي ما تشاهد معايا هذه السماعة اللي تشاهدنا أمامك هي من شركة عريقة اللي هي شركة سنهايزر وأنا ليش قلت أنا شركة أنها شركة عريقة لأني جربت منها سماعة جيمينج رح أطل لكم مقطع السماعة في الوصف اللي حاب يشوف هذه السماعة صراحة كان فيها جودة الصوت خرافية بمعنى الكلمة والشيء اللي مهو طبيعي المايك حق السماعة رح أطل لك الرابط في الوصف وإنتا إذنك حاب ترجع لهذه السماعة اللي أنت مهتم بسماعة جيمينج بطلة بمعنى الكلمة رح تكون استيريو أما بالنسبة لهذه السماعة شاهد أمامك هي سماعة لمحبين المحتوى الصوتي أنت تقدر تستخدمها في القيمينج هو شيء طبيعي بصراح تكون استيريو لكن هي أصرا مخصصة لمحبين وعشاق الصوتيات بمعنى الكلمة بالنسبة لسعر هذه السماعة جمعتها خير هي سعرها تقريبا 400 ريال كان عليها عرض صارت ب300 ريال رح أطل لكم رابطها في الوصف هي سماعة رح تكون بنظام الوائرلس والبلوتوث بنظام بلوتوث أربعة بوينت زيرو ونظام البلوتوث أربعة بوينت زيرو هو رح يكون تقريبا هو أحدث أنواع البلوتوث عشان ما يكون في لاق في الصوت أو تقطع في الصوت رح يكون نمط الوائرلس فيها اللي هو هذا أجود النوع في أنواع الوائرلس عشان ما يكون في تقطع في الصوت بالنسبة للسمعة هذه رح تكون أربعة بوينت أربعين بي تي اللي هو اختصار للبلوتوث تمام يجي منها كمان اعتقد اربعة بوينت خمسين هذه اربعة بوينت اربعين راح يجي منها كمان اربعة بوينت خمسين اعتقد الفرق بين هذه و هذهك ان هذهك عازلة للضوضاء هذه قيمتها تقريبا ستمائة ريال تقريبا هذه قيمتها ثلاثمائة ريال اربعمائة ريال وعليها تخفيض بثلاثمائة ريال فالفرق فيها اعتقد اذا ما خبضني اللي هو ان هذهك عازلة للضوضاء يعني اذا حطيتها عندك ما تسمع اي شيء هذه لا ما تعزل البطارية راح تدوم معك لمدة خمسة وعشرين ساعة صراحة يعني تقريبا ما يقارب اليوم وساعة حاجة جيدة جدا من اللي بيحط سماع على اذنه ويقول يتسمع يوم كامل يعني انت راح تسمع ساعتين وتنزلها فرح تعطيك وقت طويل وكافي جدا هذا بالنسبة للبوكس من الامام كمان فيها هذه الميزة الرهيبة اللي هي ميزة NFC اللي هي بضغط الزر تقرب السماع من الجوال ويكون شغال عندك بالشرط ان الجوال يدعم هذه الميزة تمام فبضغط الزر الواحدة راح يتعرف الجوال على السماعة بضغط الزر بدون ما تسوي اتصال عن طريق البلوتوث كذا راح تكون اسهل معاك ورح تكون ذكية بمعنى الكلمة اجود انواع الصوت اللي هو هاي فاي ساونت اجود انواع الصوت ممكن تسمعه في الصوتيات بشكل عام راح تعطيك خمسة وعشرين ساعة هذا كل شي بالنسبة للبوكس الآن راح افتح البوكس طيب يا شباب زي ما تشاهد زي ما تشاهد راح يجي مع السماعة اللي هو اه سلك ايو اكس زي ما قلت لك هتشبكها في اي سماعة وراح يكون بديهي سلك الشاحن في ثري بوين زيرو ما فوق او تركبه في شاحن او في اي شي المهم راح يكون يوسبي اللي زي ما تشاهد هنا اللي هو راح يكون زي ما قلتلكم ใت عفوا ما مو تايب سي مايكرو or شي نفسي او شي زي كده انه هو الميكرو ليه اصغر من الطائب سي هذا بالنسبة للسلك اللي هي تشحن فيه عندك هنا زي ما تشاهد اللي هو راح tentang حلو السلك ايو اكس شحن تركب سماعة دارين اذا ا出دته الشحن منها راح تركب على اذنك زي ما تشاهد. اذا انت ما فيك تشحنته واستمتع. فتقدر تركبها بالسلك عادي جدا في الجوال. عندك زي ما تشاهدنا اللي هو قبل ما نروح للسماعة. عندك زي ما تشاهدنا اللي هو كتيب التعليمات. تمام? انا ما بطول في البوكس بس عشان تشوف اشي يجي مع السماعة شي مهم جدا. تمام راح يشد معك فوق. ما راح نكثر فيه كلام. عندك زي ما تشاهد كتيب التعليمات. كتيب تعليمات زي ما تشاهد. واحد اثنين راح يكون بعدة لغات. تمام? ما يهمنا. راح نحطها على جبل. انا راح نجي للشي المهم اللي هو السماعة هو اهم حاجة في المقضى. السماعة هو شي راح تصفط معك بالشكل هذا. تمام? راح تصفط معك بالشكل هذا. وشي بديه جدا انها تتصفط بالشكل هذا. وبالنسبة للشيء المميزة في السماعة كمان. اه انك تقدر تحركها زي كده. شوف. اللي هو الايرباد راح يتحرك معك بالشكل هذا. بالشكل هذا راح تتحرك معك. ونفس الشي الجهة المقابلة. تمام? عشان تيجي على اذنك مضبوط. بالنسبة للاي ارباد بس خلينا نقرب. تمام. بالنسبة للاي ارباد صراحة نشوفها جدا 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 مريح. يعني مريح بمعنى الكلمة. راح حطها على اذني. بس مو من النوع اللي يحتوي الاذن بالكامير. راح تيجع الاذن باشرة لكن مر الاي ارباد حقها مريح جماعتها الخير بشكل خرافي. تمام? راح نجرب د situations. ساعة راح تعطيك ساعة مع الاستخدام. تمام? وكم ساعة مريحة وكم ساعة. حتى الكم ساعة راح تكون مزعجة. فهذا بالنسبة للاي ارباد مرا مريح. عندك جودة السماعة بشكل كامل راح تكون من البلاستيك لكن جودته جدا عالية راح يكون نحيف من الافق. او من الاعلى. تمام? بشكل صحيح? عندك هنا آآ شعار السنهايزر. كله راح يكون من البلاستيك بشكل字 كان جودته عالية. عندك هنا آآ اللي هو راح تكبر السماعة وتنقص السماعة بس صراحة ايضالك تهتم فيها شوية لانها راح تكون ايش? اه يمكن مع دأسة قوية. مهو دأسة خفيفة. دأسة قوية يمكن تنكسر. احتمال انها تنكسر. فهذه المنطقة اشوفها بالنسبة لجودة التصميم راح تكون جيدة. يعني اعلى من جيدة. يعني تقريبا يعطيها سبعة ونص من عشرة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. يحصل عندك لاك وتقطيع في الصوت أو يكون الصوت ضعيف جدا فعشان كذا جربتها في كلتا الحالتين السماعة صراحة مبهرتني بصوتها الجميل جدا والقوي والنقي بمعنى الكلمة بالنسبة لنقاوة الصوت فنقاوة الصوت فيها مرة مرة ممتازة لأنني قاعد أسمع الموسيقى وقاعد أفصل كل آلة موسيقية على حدة أقول هذه كذا وهذه كذا وهذه دلالة على نقاوة الصوت بالنسبة لقوة الصوت قوة الصوت مرة ممتازة جدا ومتناسقة مع نقاوة الصوت لأن بعض الناس يفكر إن السماعة إذا كان صوتها قوي جدا معناتها تب لا يا حبيبي لابد تكون قوة الصوت متناسقة مع نقاوة الصوت لأن إذا كان الصوت مرة قوي أول شيء راح يئذي إذنك راح يخرب لك نقاوة الصوت في الموسيقى اللي قاعد تستمع لها وكمان إذا الصوت كان ضعيف جدا راح يقتلك الموسيقى فلابد يكون قوة الصوت متناسقة مع نقاوة الصوت عشان يعطيك أفضل جودة ممكنة لنقاوة الصوت أما بالنسبة لراحة السماعة فالسماعة تقدر بالنسبة لي أنا عندي حساسية بالنسبة لسماعة الأذن بشكل عام وخاصة اللي تيجي على الأذن أنا أركب السماعة اللي تيجي حول الأذن ستراحة أت放nite منها إذا طولت فترة طويلة ما بالك إذا السماعة كانت راكب على الأذن مباشرة فعندي حساسية من السماعات اللي تيجي على الأذن فأعطتني ما يقارب الساعتين بعد كده بدأت تحس ألم خفيف أنت يمكن ما تحس بهذا نهائيا ويمكن تطول معك ساعة طويلة ما تحس فيها فأنا أعطيتك أقل احتمال بالنسبة لي وأنا أتحسس من السماعات إيش كمان عندك السماعة هذه السماعة هذا اللي هنا هو راح يكون زر التشغيل تمام إذا طولت عليه راح إذا ضغطت ضغطه سريعة راح يشتغل معاه أما طولت عليه راح يشتغل معاه في البلوتوث بإشارة أحمر أزرق كده تقدر تتصل للسماعة عندك هنا اللي هو أنك تقدر تنقل من موسيقى لموسيقى أو ترجع من موسيقى لموسيقى وعندك هنا اللي هو رفع الصوت وخفض الصوت زي ما تشاهد هذا راح يكون رفع الصوت وهذا راح يكون خفض الصوت هنا مدخل IOX حلو مدخل IOX وهنا راح يكون اللي هو المايك لا عفوا اللي هو تلك الشاحن تمام عشان تشحن السماعة وهذا راح يكون آخر شيء اللي هو المايك أما بالنسبة صراحة جودة السماعة بجودة السماعة ممتازة ما عدا زي ما قلت لكم المكان هذا اللي هنا فأنتبه يكون السماعة مفتوحة على آخر مقاس تدعت عليها فتنكسر هذا كل شي بالنسبة للسماعة صراحة السماعة تستحق كل ريال يندفع فيها لا تنسي تشارك في القناة تدعم نجي فورس تنشر مقطع عند أخيانك اللي يحبون الصوتيات هذا كل شي أشوفك المقطع الآخر إن شاء الله بإذن الله مقطع بإذن الله راح يخير مفهوم خاطئ جداً عند اليوتيوبر أشوفك على خير أستذعك الله السلام عليكم عفو الله أبركاته